موسيقى يسرنا في هذا اليوم أن نرحب بالعميد المتقاعد أحمد محمود عبيدات يسعد مساك يسعد مساك حبيبي سعد النائب إن شاء الله أحمد عبيدات وماشاء الله عليك أشهر من أن تعرف في منطقة إربد وشمال المملكة من أين جاءت في البداية من أين جاءت هذه الشعبية العالية وعرفنا أيضا بنفسك بالبطاقة الشخصية لحضرتك من حيث الاسم والعمر ونبدأ عن السيرة المهنية أنا أحمد محمود بخية عبيدات من موليد بلدة كفرسوم عميد متقاعد من سلاح الجو الملكي الأردني حاصل على ماجستير دراسات استراتيجية من جامعة كاراتشي الباكستان ماشاء الله طبعا هذه الشهرة لم تأتي من عبث يعني جاءت من خلال مسيرة طويرة طويلة في العمل والبناء مسيرة طويلة في بناء العلاقات وتوطيدها مع الأهل والأقارب والأصدقاء جاءت من خلال يعني بناء الشخصية على أسس وثوابت ومبادع ماشاء الله يعني في مجالات خدمة أهل القرية وأهل البلدة في كفرسوم الحمد لله ماشاء الله لقد جنيت يعني نقدر نقول جنيت ثمار ما زرعت خلينا نحكي سعادتك عن لماذا جاء الترشيح في هذه الفترة بالذات الترشيح جاء يعني في هذه الفترة لأنه الوطن بمر في مرحلة خطيرة من أخطر المراحل في تاريخ الأردن إن لم تكن أخطرها صحيح يعني حيث هناك سيكون قرارات واستحقاقات مفصلية استراتيجية يعني تهم وطننا الأردن وكون الوطن يعني ليس له ثمن صحيح فبالتالي بحاجة إلى إلى رجال أشداء أقوياء أكيد لديهم جرأة في قول الحق سعاد أستاذ أحمد عبيدات أو العميد المتقاعد أحمد عبيدات ما هي أهم الأعمال التي تكون على سلم أولوياتك إن شاء الله عند وصول المجلس يعني هناك الكثير من الأولويات وردت في البيانة الانتخابية لي كمرشح يعني للانتخابات النيابية القادمة ومن أهمها البعد السياسي كذلك زي ما حكينا البعد السياسي قبل شوي أنه الوطن بحاجة إلى رجال ذو كفاءة رجال مؤهلين صحيح على كفاءة عالية صحيح أصحاب خبرة وحكمة وحنكة صحيح لأنه رح يكون في قرارات وطنية برلمانية شجاعة إن شاء الله سعادة النائب إن شاء الله هناك تعديلات دستورية حصلت جديدة نعم ما رأيك بهذه التعديلات شوف يعني التعديلات الدستورية في الأردن يعني جلالة الملك يسعى جاهدا في جميع خطاباته في جميع توجيهاته لإجراء هذه التعديلات لكن للأسف دائما الحكومات المتعاقبة في الأردن لا تقوم بالواجب المناط بها بالشكل الصحيح حكي لأنه يعني واضح جدا للشعب الأردني أن هناك تباطئ في الإصلاح السياسي يعني فيه إصلاح لكن هذا الإصلاح بطيء جدا فبالتالي الأردن يعني زي ما حكينا بحاجة إلى إصلاحات سياسية والتسريع وطيرة هذه الإصلاحات إصلاحات صحيح ليجاري يعني ما يدور حوله فإيجاد حلول بشكل سريع هذا ما طلبه الشعب الأردني نعم أكيد وقانون الانتخاب قانون الانتخاب الجديد ما رأيك فيه الصحيح قانون الانتخاب الجديد لم يلبي طموحات ورغبات الشعب الأردني أبدا يعني لم يعطي أي إضافة جديدة على قانون الصوت الواحد بالعكس أضافة أضافة الكثير من السلبيات على قانون الصوت الواحد ما هو حرفيا قانون الصوت الواحد هناك استياء واضح من يعني إنجازات المجلس السابع عشر نعم ما هي رؤيتك للتغيير في مجلس الثامن عشر يعني هذا الاستياء نابع من عدم وجود الأحزاب لهذا السبب دائما دور الأحزاب ضعيف جدا دور الأحزاب ضعيف جدا لهذا السبب دائما المجالس النيابية في الأردن لا تقدم أي إضافات أو أي خلينا سميها سي واضحة أي طموحات للشعب صحيح لأنه المجلس يا أخوان إذا لم يكن هناك تعددية حزبية ولم يكن هناك حكومات حزبية يعني وحكومات في الظل تحاسب الحكومات الرئيسية صحيح لم يكن هناك لم يجري أي تطور في أي تغيير في الأردن أو أي تغيير صحيح على الساحة بغض النظر سواء في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية في جميع المجالات صحيح يعني إذا لم نتوجه إلى التعددية الحزبية في الأردن سنبقى برأيك الحل هو التعددية الحزبية في الأردن؟ نعم لكن هناك يوجد عديد من الأحزاب في الأردن مثل أحزاب قوية مثل حزب الوطني الدستوري حزب الرفاه حزب الديمقراطية حزب الحرية حتى في الجبهات الإسلامية والجبهات غير الإسلامية وتحالفات حزبية عم بتسير حاليا إيش رأيك بهذه التحالفات؟ وإيش رأيك بالحركات اللي عم بتسير؟ الصحيح يعني يعني الأحزاب الموجودة على الساحة في الأردن هي عبارة عن أشخاص وليست أحزاب أشخاص مسيطرين على الأحزاب يضعون سياسات الأحزاب بدون أي مشورة مع القواعد الشعبية لهذا السبب هي الأحزاب لم تظهر يعني بشكل علني أنه هذا حزب قوي له برنامج ممكن أنه أنا طلحتها مرة يعني ما بعرف إذا بتأيدني الرأي ليش ما يكون فيه زي الثقافة الحزبية حتى عند الشعب الأردني يعني يزيدوا مفهوم الثقافة الحزبية يخصصوا مثلا من هاج الصغير في المدرسة ممكن في المدارس للأجيال القادمة لتهزيز مفهوم الثقافة الحزبية ياريت والله ياريت يعني نعمل نحن برنامج هيك خاص أنه نطور من الحياة الحزبية في الأردن لكن هناك قناعات يعني هناك قناعات عند الشعب وتاريخ 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 أنه الحزب معارضة الحزب ضد الحزب هو حزب معارضة وهو حزب يعني ممكن يؤدي بالانقلابات بأي شخص إلى سؤال سين وجين صحيح يعني لأنه خلص إحنا أخذنا ثقافتنا أنه والله الأحزاب الأحزاب زي شو بدأ أقول لك زي بعبع صحيح صحيح كلامك صحيح ممكن يعني أثر على مستقبلي أنا يعني أي طالب جامع يقول له تعالوا والله إبن نعمل حزب وشو رأيك في حزبنا يعني كأنه بضربه شرط كهرباء لا الثقافة الحزبية في الأردن الثقافة العزبية عندنا بحاجة إلى تطوير بحاجة إلى منهجية جديدة يجب أن نضع منهجية جديدة لكيفية انضمام وتشجيع الشعب الأردني على الانضمام للأحزاب صحيح سعادتك كيف ممكن نعزز برأيك كيف ممكن نعزز ثقة الشعب الأردني بالمجلس الله تعزيز يعني بعد ما رأى الشعب المجلس السابع عشر من رفع أسلحة من رمي على بعضهم طراشق قناة المي نعم فقد الشعب ثقة في المجلس كيف ممكن نعزز هاي يعني مش من أجل هاي الأسباب فقط هو الصحيح فيه حتى الإنجازات في الكثير من الأسباب أنه الشعب الأردني فقد الثقة في مجلس النواب يعني مجلس النواب ما بنحكي عن مجلس النواب 89 لا نحن نحكي عن المجالس الحالية أو خاصة المجلس السابع تعزيز الثقة يأتي من خلال أولا المصداقية أن يكون النائب عنوان الصدق مع الشعب أنه أنا ما بسير أسعى أنه أكون لمصالح الشخصية أو للحصول على مكاسب أو مغانم أو مغارم بالتالي ممكن إذا رأوا في النائب أنه هو الأولوي الأولى عنده المصلحة العامة أكيد يتولد ثقة ما بين الناخب أو الشعب والشعب ومجلس النواب العميد المتقاعد أحمد محمود عبيدات شو رسالتك إلى كل ناخب؟ رسالتي إلى كل ناخب أولا أن يقوموا بدراسة تحليلية لكل نائب ثم تقييم دقيق لكل مرشح بقصد ثم أنه تحكيم الضمير لأن الصوت أماني فيجب على كل شخص أن يحكم ضميره عندما يختار إذا لم نقم بهذه العناصر الذكرتها لا يمكن أن يتطور مجلس النواب إذا نعتمد على العاطفة سنبقى نراوح في مكاننا أما إذا اعتمدنا عن العناصر المذكورة أو التي ذكرتها ممكن أن نحسن من أداء مجلس النواب كذلك يعني تعتبر نقطة لصالح المجلس في بناء علاقة وبناء ثقة ما بين المجلس والشعب العميد المتقاعد أحمد محمود عبيدات هناك العديد من الطرق والاستراتيجيات ممكن خلينا نسميها بالتواصل بين الناخب والمرشح إيش رأيك بهذه الطرق وما هي طرق الصحيحة خلينا نسميها طرق الإيجابية وطرق السلبية سيد الكريم هناك الكثير من الطرق يعني للتواصل ما بين الناخب والمرشح أو النائب صحيح أهم هذه الطرق أولا يجب على المرشح أن يكون على التواصل دائم مع القاعدة الشعبية واعتبار القاعدة الشعبية هي المرجع هي الأساس هي المرجعية صحيح يعني أنت ممثل عن الشعب يعني يسوى أنه أنت تكون على التواصل مع الشعب أكيد إذا لم يكن هناك تواصل فبالتالي هاي أحد أنا بحكيه بقول أنه هاي أحد عناصر بناء الثقة ما بين الناخب والمرشح نشوف العديد من الشعارات اليافطات اللماعة الشعارات الطنانية اللي بصدروها المرشحين أوقات الحملات الانتخابية أشترك طريقة التعامل مع هاي الشعارات واليافطات يا سيد الكريم يعني هو صحيح البرنامج يجب أن يكون يحاكي الواقع وليس الخيال يعني بمعنى أنه أنت لما تطرح مشروع في بيانك الانتخابي يجب أن يكون يعني قابل للتنفيذ قابل للتطبيق معقول يعني مش خيالي والله من نحرر فلسطين إحنا ما بنقدر نحرر فلسطين صحيح إحنا نقدر ندعو إلى تذكير الشباب تذكير الأمة بأن قضيتنا المركزية هي فلسطين فلسطين صحيح أما والله نحرر فلسطين صعب جدا هذا خيال إن شاء الله يعني أتمنى لك التوفيق الحمد لله الأردن بلد أمين وأمان شو بيعني لك هذا الإشي الصحيح هذا الموضوع كبير جدا والأمن والأمان هو مصدر الحياة الكريمة صحيح يعني إذا لم يكن هناك أمن وأمان في البلد بالتالي تعم الفوضى ولا يمكن أن يهنأ المواطن في حياة حرة كريمة صحيح هذا لم يأتي عبثا يعني طبعا من خلال جاء من خلال جهود وتكاتف الشعب مع القيادة يعني نحن حبان الله في قيادة هاشبية الحمد لله الحمد لله يعني قيادة دينية وتاريخية أكيد يعني تسعى جاهدة لتوفير كل وسائل الراحة والحياة الحرة الكريمة للشعب الأردني فمدام هناك ثقة ما بين الشعب والقيادة في إخلاص وانتماء للوطن والقيادة نحن الحمد لله إن شاء الله سنبقى في إن شاء الله يا ربي في الأمن والأمن أستاذ أحمد عبيدات إيش بتحب توجه للمشاهدين كلمة عبر تلفزيون جوسات وبرضو إذا بتكمل الأهم الأولويات لك ونص من البيان الانتخابي عبر القناة وكون يعني شاكرين لك متفضل الصحيح يعني البرنامج اعتمد على العديد من الركائز وأهم هذه الركائز هي الشباب الشباب هم الشريح الأكثر أهمية في المجتمع فبالتالي إذا لم يكن هناك يعني توفير لمتطلبات ورغبات الشباب أكيد الشباب يكونوا أقل قدر على مواجهة المشاكل المجتمع لا يكون قويا إلا بسواعد الشباب والأوطان لا تبنى إلا بالشباب صحيح فبالتالي يجب الاهتمام في متطلبات ورغبات أهداف وأحلام الشباب أثنين يعني أكبر بلاء ابتليت فيه الأمة الإسلامية والأمة العربية ونحن في هذه المنطقة هي الفرقة والاختلاف فأنا أدعو دائما إلى الوحدة ورص الصفوف لأن في الاتحاد قوة ويد الله مع الجماعة صحيح وفي الاتحاد نجاة وفي الفرقة مهلكة فدائما على مشتوى العائلات يعني إذا لم يكن هناك مجالس تدير هذه العائلات سواء كانت صغيرة أو كبيرة سنبقى في مكاننا ولم نتطور ولو لفترة بسيطة الركيز الأخرى من ركائز هذا البيان قضيتنا المركزية هي فلسطين يعني يجب تذكير الشباب باستمرار في أنه قضية مركزية قدس الأقداس قدسنا قدسنا اللي دائما العائلة الهاشمية ترعاها وتبناها وتقوم بالإصلاحات والتعديلات على المسجد الأقصى يعني أن المسجد الأقصى بعيد عني ساعة ونقدرش أروح أصلي فيه وين العرب وينهم؟ صراط ومئات ألف صراط أين العروبة؟ أين الإسلام يا أخي؟ صحيح كذلك هناك يعني من أوليوات النائب يجب على النائب أن يكون متواصل مع الشعب مع القاعدة يتحسس آلام وهموم القاعدة الشعبية أو الناخدة لأنه الشعب مصدر السلطات يعني إذا ما نستمد إحنا قوتنا من الشعب إحنا ضعيفين أكيد فيجب الاعتماد على الشعب بإدامة التواصل معهم على مستوى اللواء إيش حاب تغير على مستوى؟ مثلا على لواء كفرسوم لواء بني كناني لواء بني كناني بحاجة إلى الكثير من الخدمات أولا مستشفى ليرموك بحاجة إلى كوادر طبية مؤهلة ومعدات وأجهزة طبية لأنه أصبح هذا المستشفى يعني المواطن فقد الثقة في هذا المستشفى مستشفى ليرموك بيخدم أي مناطق؟ بيخدم لواء بني كناني كامل؟ ليس لهو المستشفى الوحيد ومع المنطقة في لواء بني كنانا كامل؟ فيجب الاعتناق بهذا المستشفى وكمان يعني ممكن تحويله إلى مستشفى عسكري يعني بيخدم العسكريين يعني العسكري بروح على إيدون مشان يتعالج ليش مدام في مستشفى هون وفيه يعني هذه موجودة في بعض الألوية أنه مستشفى حكومي وعسكري مع بعض يعني يمكن دمجه وعمله مستشفى حكومي وعسكري نين؟ يعني نحن لدينا الشباب طموح هذا الشباب يعني عندنا نادي رياضي نادي كفرسوم هذا النادي يفتقر إلى مدينة رياضية يعني اللواء بشكل عام يفتقر إلى مدينة رياضية يعني المواطني بيتساءل ليش الرمثة لواء حدودي معنا عنده مدينة رياضية وإحنا ما عندنا ناشى مدينة رياضية فبالتالي ضروري جدا أنه نوفر له الشباب يعني بنية تحتية وسائل الرفاهية مشان يقضي أوقاته فيها مثل المدينة الرياضية عندنا كمان مشكلة في المياه اللواء يواجه مشكلة عصيبة جدا في المياه فضروري جدا تدخل الحكومة وحل مشكلة المياه في اللواء إن شاء الله بالإضافة لذلك يعني نحن وصلنا في القرن الواحد وعشرين وما زلنا لا نمتلك الصرف الصحي ليس لدينا في بني كنانة مشروع الصرف الصحي هذا يعني مشكلة مشكلة عظيمة هناك الكثير يعني من الخدمات العامة اللي بيحتاجها اللواء هذا الذي يحضرني الآن أستاذ أحمد عبداتي شعاركم في الحملة الانتخابية شو هو؟ شعارنا يعني هو جملة بسيطة لكن تعني الكثير تعني الكثير وهي أنه يعني حث المواطن على المشاركة في الانتخابات وما هي الإيجابيات من جراء المشاركة في الانتخابات وهذا الشعار هو صوتك يبني وطنا فأرجو من جميع المواطنين المشاركة في الانتخابات واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب إن شاء الله مشاهدين الكرام في النهاية كل الشكر للعميد المتقاعد أحمد محمود عبدات اجتمنى له النجاح في الترشيح إلى النيابة والوصول إن شاء الله احنا شاكرين لك أستاذ أحمد عبدات على تخصيص تزق من وقتك لبرنامجنا واستضافتك لنا شكرا لك مرة الأخرى شكرا يا سيدي أهلا وسهلا فيكم في بلدكم كفرسون الله يسعدك اشتركوا في القناة